بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حلقتنا لهذا اليوم تتناول خلقا عظيما أيضا تكرر ذكره في القرآن الكريم بشكل لافت للانتباه وتمثلته سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل وصف بها ووصفت رسالته بها قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خلقنا لهذا اليوم هو خلق الرحمة في حياة الداعية وفي دعوته مرحبا بكم فضيلة الدكتور محمد عزني التوفيق شكرا جزيلا مبارك الله فيكم مرحبا ما هي الرحمة؟ ما تعريف الرحمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد تعريف الشيء المعروف والمشهور هو تحصيل حاصل فكل من يسمع لفظة الرحمة تحضر إلى دهنه معاني ترجع إلى الرأفة ترجع إلى الشفقة ترجع إلى اللين فالفعل رحمه عكس قساء عليه وظلمه وعدبه وعاقبه فالحمد لله تنحاز هذه الكلمة إلى معاني اللين والإشفاق والتيسير فالحمد لله الرحمة صفة من الصفات التي اتصف بها الحق سبحانه وتعالى أولا فهو الرحمن الرحيم ما الفرق بينهما الرحمن والرحيم؟ هل هناك فرق ما بين الكلمتين؟ الرحمن لا يتسمى بها الناس لا يقال فلان رحمن ويقال فلان راحم ورحيم وأبدى العلماء فروقا بينهما فقالوا رحمن الدنيا رحيم الآخرة فرحمة الله تبدأ هنا ولا تنقطع بالموت ولا تنقطع بدهاب الدنيا وفنائها فهو رحمن الدنيا رحيم الآخرة فهو سبحانه وتعالى الرحمن في الدنيا الرحيم في الآخرة وهذا صحيح فإن رحمة الله عز وجل ممتدة فيرى الناس من هذه الرحمة في الدنيا ما يرون وعندما يبعثون من يستحق رحمته في الآخرة يراها مرة ثانية وهناك من قال رحماء الرحمن واسع الرحمة الرحيم دائمها فرحمة الخلق رحمة الإنسان بأخيه الإنسان محدودة أن ماذا يملك الإنسان وإذا أراد أن يرحم بعض الخلق ما هي سعة رحمته فهي محدودة بمحدودية إمكاناته فمثلا لو أراد أن يعين مجموعة من الفقراء أو الضعفاء سوف يصل إلى عدد منهم ويعجز أن يصل إلى الآخرين فرحمة الإنسان محدودة ومنقطع فالإنسان إنه عمر صغير فيمكن أن يتخلق بخلق الرحمة ما دام حيا فعندما يتوفاه الله تعالى تنقطع صحمته ونحن في ديننا الميت لا ينفع الحي والميت ينتظر دعاء الحي فالعلماء ذكروا هذا هذه الفروق حتى يعلم قارئ هذه الآية التي يفتتح بها صلاته ويفتتح بها تلاوته أن رحمة الله معه هنا وستتجلى بشكل أعظم في الآخرة إن لله مئة رحمة مئة كأنها مئة جزء أنزل إلى الأرض واحدة فبها يتراحم الخلق سبحان الله حتى لا ترفع الدابة تحافرها عن وليدها خشية أن تصيبه سبحان الله عادة من الرحمة التي أنزل الله تعالى إلى الأرض أن ترى الأم من البهائم والدواب ترفع حافرتها ترفع أحد أرجلها لتتيح لرضيعها أن يرتضع دون أن تدهسه وأدخر تسعة وتسعين ليوم القيامة إذن رحمان الدنيا رحيم الآخرة أو واسع الرحمة دائمها سبحانه فإذن نحن أمام خلق هو في الأصل صفة من صفات الله فالله تعالى من أسمائه الرحمن الرحيم ويحب من عباده أن يكونوا رحماء ويعدهم إذا كانوا رحماء أن يرحمهم سبحانه الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء من في السماء فنقتبس من أنوار هذا الاسم الجليل اسم الرحمن مبارك الله فيكم فعليا الشيخ بالنسبة لورود صفة أو خلق الرحمة في القرآن الكريم كيف تناول القرآن الكريم موضوع الرحمة وكيف تمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته القرآن الكريم رغب في هذا الخلق ودعا إليه وذكر في مواضع من صوره وآياته ما يناله من أكرمهم الله تعالى بهذا الخلق والرحمة هي متفرعة عن الإيمان القلب الذي يكون فيه إيمان تكون فيه رحمة والذي ينزع عنه الإيمان تنزع منه الرحمة كذلك التاريخ يخبرنا أن القسوة قرين الكفر ولو يذب الله آه فتجد القسوة وسفك الدماء ويكون فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء ولا تتحرك في قلوب من يفعل ذلك هذه الرحمة لأنها مرتبطة بالإيمان ولكن عندما يكون الإيمان تكون معه هذه الرحمة لماذا؟ لأن أول ما يعلمه المؤمن أن الله رحمن ورحيم وهذه صفة كمال في حقه سبحانه وتعالى أفلا يكون هو متخلقا بخلق يحبه الله ويرضاه ففي القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم يعز عليه أن يراكم في العنت وفي المشقة وهذا من الرحمة سبحانه الله عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم وهذا من الرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم فيرحم المسلم أخاه المسلم ويرحم أخاه الإنسان يرحم أخاه الإنسان فالأصل عند المسلم أن يصل برحمته للناس للخلق بل إن المسلم يرحم الحيوان يرحم الحيوان فتجده يطعمه ويسقيه ولا يحمله ما لا يطيق وفي كل ذي كبد رطبة أجر أجر نعم فهذه الآية الكريمة فيها ثناء من الله تعالى على هذا النبي الكريم والثناء من أجل صفات اتصف بها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإذا أثنى الله تعالى على صفة وأثنى على أهلها فهذا أمر غير مباشر لعنى فإما أن يأتي الأمر مباشرا فيأمر الله تعالى بوصف أمرا مباشرا افعل كذا ولا تفعل كذا إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها والطريقة التانية في الأمر والناه في كتاب الله هو أن يدكر صفات ويمدح أهلها إذا رأيته ذكر صفات وأثنى على أهلها فهذا أمر غير مباشر لمن يسمع أن يتصف بها نعم فعندما يقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونها هذا أمر بالتواضع اللي يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لأنه في نهاية الآيات أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون ها هنا صفات أتنى الله عز وجل على أصحابها وذكر جزاءهم وتوابهم فهو أمر غير مباشر لكل من يسمع أن يكون منهم فإذا الله تعالى عندما يتني على نبيه صلى الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فهي دعوة لكل من يخلف في رسالته ويدعو إلى سبيله أن يتصف بهذه الصفة نعم بالنسبة للسنة النبوية أيضا كيف وردت قيمة أو خلق الرحمة في السيرة النبوية وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أولا في السنة العملية نعم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما حفظ من وقائعها وأيامها تشهد بأنه صلى الله عليه وسلم تمثل هذا الخلق مع أصحابه مع أعدائه كان صلى الله عليه وسلم صاحب قلب كبير وكان عليه الصلاة وصلاة يتأثر إذا رأى الجوع ورأى المسغبة على بعض أصحابه على بعض ضيوفه وعلى بعض القبائل التي تأتي إليه وكان صلى الله عليه وسلم يبادر ليسد حاجة المحتاج ويعين الفقير وكان حتى يأخذ من صاحب المتجر بالديد إلى أن يقضي أن يقضيه نعم ولا يرد صاحب الحاجة إلا بها أو بميسور من القول وإذا رأى جياعا ورأى فقراء يعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام صفات الإنسان الذي يقول الحق ويرحم الخلق هنا بالضبط سبحان الله موقف آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقره ما يكون إلى توضيح معنى الرحمة للداعية في أحاديث تخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أثناء إمامته في الصلاة إذا سمع الأطفال يبكون مع النساء اللواتي في المسجد فإنه كان يسرع قليلا في الصلاة رحمة بأولئك الأطفال حتى تتفرغ لهم أمهاتهن فسبحان الله الدعية من أوجب الواجبات عليه أن يتخلق بهذا الخلق لهو خلق الرحمة ما يخضرني الآن أيضا هو الجهة المقابلة للرحمة فمثلا حتى في الصحابة هؤلاء الذين تتلمذوا وتربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيهم أبو بكر الصديق والذي كان في طبعه لين ونجد أيضا في المقابل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو أيضا من الصحابة الخلفاء الراشدين الذين لهم مكان عظيم في الإسلام فقد يتوه الداعية أمام النموذجين يعني إن صح التعبير هو فعلا قد يجد في حياة رسول الله وفي سيرة رسول الله ما يجمع بينهما ولكن الداعية أثناء مزاولته متى يتصرف بحزم ومتى ينزل الرحمة مكانها نعم الرحمة هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق أصحابه فإذا غلب على سيدنا أبي بكر اللين أو غلب على سيدنا عمر رضي الله عنه الشدة أو الحزم فلا يعني ذلك غياب الرحمة من حياة أحدهما أو من حياة أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فهم غراس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الجيل الأول الذي تلقى الإسلام منه مباشرة صحيح وإذا قرأنا وإذا قرأنا سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما كان مع سيدنا أبي بكر وعندما ولي الخلافة حتى استشهد فمواقف الرحمة في حياته لا تنحصر وكان قلبه قلبا رحيما وفي وجهه خطان أسودان من البكاء في قيام الليل وفي الصلاة وتصرفاته فترة الخلافة كلها تدل على الرحمة كان رضي الله تعالى عنه يتابع الغزوات ويتابع الفتوحات ومع ذلك يخاف على الجيش المسلم وينهى عن ركوب البحر حتى يطمئن أن الأمور ستمر بشكل آمن ويسأل عن أحوال الرعية ويجمع الولاد في كل سنة مرة في الموسم الحج عندما كان يتولى الحراسة الليلية بنفسه في المدينة ووقف على حالة امرأة أرمل لها أطفال القصة معروفة وتولى بنفسه إحضار الطعام وإشعال النار وطهي الطعام وحتى طعم هؤلاء الصغار وناموا فرضي الله تعالى عنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه فالرحمة من هذه الأخلاق التي رأوها رأي العين ورأوا التصرفات التي تخبر بما كان يحمله قلبه صلى الله عليه وسلم من رأفه ورحمه بالمسلمين وبغير المسلمين وأول ما يرحم به الداعية غير المسلمين عندما يدعوهم فما يحمله على دعوة غير المسلمين سوى الرحمة بهم يخاف عليهم يرحمهم يخاف أن يموتوا على الكفر أو على الشرك أو يموتوا على طريق يوصلهم إلى النار فالحمد الله قلب الداعية لا يكون إلا رحيما وكما قلت مصدر هذه الرحمة إيمانه الإيمان هذه أخلاق أهل الإيمان فالقسوة تكون عند القلب الذي ليس فيه إيمان القلب القاسي وللأسف كما في التاريخ الإنساني صفحات مضيئة مشرقة للرحمة بين الناس في صفحات مظلمة مر في هذه الأرض من الجبابر والطغاة والأكابر المجرمين الذين أساءوا إلى هذا الخلق نعم فيكون قتل الإنسان أهون شيء نعم ويكون تجاهل حاجاته ويكون نزع ما عنده وتركه جائعا عاريا دون أي شفقة ولا رحمة هناك صفحات أخرى من القسوة ولذلك جاء الإسلام رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ودين جاء رحمة للعالمين لا يمكن أن يؤيد القسوة ويؤيد الصلف والعجرفة ويؤيد التمييز بين الناس وقد خلقهم الله تعالى مكرمين وجعلهم حقوق أساسية يستحقونها بوصفهم بشرا حقه في الحياة حقه في العيش الكريم ليس لابن آدم حق في سوى ثلاث جلف الخبز والماء وتوبي ورعورة رعورة كما جاء في الحديد معنى هناك حقوق أساسية يستحقها الإنسان لا بشيء إلا لكونه إنسانا فالإسلام دين الرحمة بمستوياتها المختلفة رحمة الله في الدنيا ويراها الناس حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه وسيرونها إن شاء الله في الآخرة لمن استحق وهي أضعاف الأضعاف 99 جزء كلها ادخرها الله سبحانه وتعالى لنا في الآخرة ويجب أن يعيشوا بهذه الرحمة فيما بينهم ولد أبغض الناس إلى الله صاحب القلب القاسم أنه خالف صفة من صفات الله تعالى يرىها في نفسه ويرى رحمة الله عليه نعم فكيف لا يأخذ شيئا مما في يده من مال أو شفاعة أو قوة أو خبرة يرحم بها أخاه الإنسان نعم ما هي تجليات القصوى يعني ما هي الأشياء التي إذا ارتكبها الدعية يعلم أنه في قصوى وليس في رحمة لأن في أمر الدعوة والتربية هناك قاعدة يتناقلها الدعاء في كثير من الأحيان فيقولون أحيانا إنما نقص لنرحم فبعض المرات تكون الرحمة في شكل القصوى فالأب قد يقص على ابنه فيمنعه من بعض الألعاب على سبيل المثال لكي يراجع دروسه فهذه في ظاهرها قصوى ولكنها إذا تأمننا النظر فيها وعمقنا تحليلها نجدها أنها هي عين الرحمة أليه ينطبق هذا على الدعية إذا كان يتعامل مع الناس جميعا؟ هذه رحمة وهذا السلوك لا يضادها قسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحموا فهي رحمة لكن أسلوب في المعاملة يحقق المقصود من التربية لكن نحن نتكلم عن القصوى بوصفها خلقا إذا سيطر على قلب ظهر منه الظلم والعصف والعدوان والأنانية ويستأتر لنفسه يستأتر لنفسه بالطروة ويستأتر لنفسه بالسلطة ويظهر منه الاستبداد ولا يبالي تلعى قلبه والعياد بالله بالقصوى وأما في مجال التربية أن يرى ضرورة استعمال الشدة في بعض المواقف لكي ينقذ ألا ترى أن الطبيب أحيانا يؤلم المريض عندما يريد أن يعيد العضو إلى موضعه أو يريد أن يصلح سنا أو درسا فيقول له ستتحمل قليلا حتى تستريح فيما بعد نعم وهذا أمر واضح حتى في بعض الأحاديث النبوية مثلا الصلاة علموا أولدكم الصلاة في سبع وضربوهم في عشر يعني فهذا أمر يحيينا على أن ليست العبرة بالفعل وإنما إلى مؤداها إذا كانت سوف تؤدي في نهاية مطه إلى السلوك المحمود إلا أنه كما يقال القسوة هي ضرورة وليست هي الأصل فهي تقدر بقدرها القسوة تكون طبعا وسجية تكون خلقا لا تحرك المواقف المؤثرة والمبكية شيئا في قلبه يرى الناس مواقف مبكية مؤثرة فهو لا يؤثر فيه ذلك أما المؤمن فقلبه قلب رحيم ولذلك لا يصبر على ما يرى من أشكال العسف أو الظلم أو مظاهر فقر والجوع وأمثال هذه الأشياء لا يصبر ويود لو وجد ما يعالج به هذا الذي يراه وهو خلق إنساني صحيح نبيل ولذلك ورد في الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع أي لا تتحرك فيه مشاعر رحمة والرأفة هذه المعاني الإنسانية التي تجعل من الإنسان يحس بسند آخر أو بإسناد آخر من أخيه الإنسان والدعية أحوج ما يكون إلى هذه المشاعر النبيلة عندما تكون الرحمة في القلب تحمل صاحبها على أنواع من العمل الإنساني ومن الخدمات الاجتماعية ويريد بذلك وجه الله ويرى أن هذا العمل الإنساني ليس مجالاً للمتاجرة وللتوظيف ولكن يرى بأنه طريق إلى الله وإلى رحمته إذا رحم الإنسان الخلق يرجو أن يرحمه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نسألك رحمة بنا ورحمة بجميع عبادك شكراً لكم فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات في موضوع الرحمة واحفظوا عنا في هذه الحلقة أن الرحمة إنما تطلب لذاتها لأنها طريق موصل إلى الله عز وجل وأن الداعية يدفعه في دعوته أو تدفعه في دعوته الرحمة بالناس لكي يكونوا في خير في الدنيا والآخرة شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم موسيقى 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 موسيقى